قدمت إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدعم اللازم لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتخفيف على الطلبة الأردنيين الدارسين في المدارس الليبية في تركيا والبالغ عددهم أربعمائة طالب وطالبة فقد أضح مدير إدارة الامتحانات في الوزارة نواف العجارمة أن إدارة الامتحانات وفرت الدعم اللوجستية والفنية اللازمة لإجراء امتحان التربية الإسلامية للطلبة حيث سيعقد يوم غدا السبت في مدرسة الأميرة عالية في جبل الويبدي بعمان وحول أسئلة الامتحان بيّن العجارم أن الوزارة لا علاقة لها بوضع الأسئلة حيث سترسل من ليبيا كما أنه لا علاقة لها بتصحيح دفاتر إجابات الطلبة والتي سيتولاها أيضا الجانب الليبي وشدد مدير إدارة الامتحانات على أن هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يعقد فيها امتحان من هذا القبيل في الأردن